ما هي مصلحة العراق في التعاون مع هذا الملف تحديدا المصلحة واضحة الجيش كفوء ولا بحاجة إلى تدريب وتجهيز لا أكيد مش كفوء بحاجة إلى تجهيز وتدريب ولكن هذه الجهة التي تجهز وتدرب شو هو الثمن راح هنا نتعامل على الثمن اللي لازم أنا أدفع لهذه الجهة إذا كان الثمن هو البقاء والتأسيس لبقائهم مدة طويلة غير معروف مداها لا والله أنا مو نحتاج لهذا التدريب خلي أدرب نفسي لحالي أو أتعامل مع أي قوة أخرى محايدة أتعامل مع الألمان ما راح نقسر مع الإنجليز مع الصين مع الموسيقى ما راح نقسر الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الجزئية ما نقسر أحنا غطاء سياسي أو غطاء أمني مهم للجهنم 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 وبئس المصير أمريكا مو خسارة الإبتعاد عنها ربح أقسم بالله لم يدمر العراق ويوصله إلى هذا المستوى من الإخفاق والدمار إلا الأمريكا ترجمة نانسي قنقر